اختيار أعضاء الآلية الوطنية لمكافحة التعذيب يخضع لإقامة ورشة للجنة المعنية بهذا الاختيار تهدف إلى تكوين اللجنة التي عهدت إليها المهمة على استعاب القوانين الدولية والوطنية المجرمة للتعذيب والوسائل والآلية التي ينبغي اتباعها للوقاية منه والمعايير التي يجب توفرها في أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وحسب تصريحات المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني الرسل للخالف إن موريتانيا صادقت سنة 2012 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة وأوضح أن الحكومة الموريتانية تحرص على نفاذ التزاماتها في مجال مناهضة التعذيب ولذلك قامت بإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب سيتم اختيار وعضائها قبل نهاية شهر مارس 2016 بهدف ضمان التزام المؤسسات بتعهدات البلاد فيما يخص الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص من جانبها أوضحت مسؤولة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جمعية الوقاية من التعذيب باسمين شمس أن هذا الملتقى يشكل فرصة للجنة لاختيار أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لنقاش مختلف القضايا المتعلقة بمعايير اختيار أعضاء هذه الآلية وطرق إنشائها وإدارتها بناء على تجارب بعض الدول في هذا المجال مما سيسمح لموريتانيا باختيار الطرق الأمثل لهذا العمل وتجنب بعض السلبيات التي عرفتها تجارب سابقة